بالفعل ريمة هناك تحرك في هذه الأثناء يتظاهر ذو الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين في تل أبيب وأيضا محتجون هم يهتفون ويطالبون بصفقة فورية أيضا قطعوا طريقا أمام مقر الليكود في تل أبيب وليس فقط تظاهرات نهرية أيضا في ساعات المساء سوف يشارك أهالي الأسرة والمحتجزين في المزيد من الفعليات والمسيرات والتظاهرات الاحتجاجية أيضا في محاولة لإسماع الصوت والضغط من أجل التوصل إلى صفقة تعيد 115 محتجزا إسرائيليا أهل الأسرة يعتبرون أن هذه مفاوضات الفرصة الأخيرة ريمة وبالتالي لا يريدون أن تضيع وبالتالي يفقدون الأمل على عودة هؤلاء وعودة ذويهم إلى إسرائيل لذلك سوف نشهد هذا اليوم المزيد والمزيد من الفعاليات الاحتجاجية على مستوى المواقف الرسمية يوم أمس شهدنا كان هناك مناقشة استمرت ست ساعات في نهايتها صدق بن يمين نتنياهو رئيس الوزراء على إرسال الوفد وعلى منحه الصلاحيات وتفويض وصف في وسائل الإعلام بأنه تفويض قليل تفويض معقول يتيح الذهاب إلى قطر يتيح المشاركة في التفاوض لكن لا يعرف إن كان التفويد الممنوح للوفد قد يوصل في النهاية إلى اتفاق هذا على الأقل ما نقلته وسائل الإعلام إسرائيلية هناك تعويل على هذه المفاوضات هناك تلقف لكل ما ينشر حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام الأمريكية العربية أيضا كل الأنظار تتجه إلى الدوحة هذا اليوم من المقرر أن يتوجه الوفد الإسرائيلي هذا الصباح يشارك في الاجتماعات على أن يعقد اجتماع للكابنت السياسي والأمني هذه الليلة في مقر الكرياء تحت الأرض في تلقبيب لمناقشة أيضا صفقة المحتجزين إن استدعت الضرورة سوف يبقى وفد إسرائيليون في الدوحة لاستكمال هذه المحادثات الوفد يرأسه رئيس الموساد ديفيد برنيع أيضا يشارك رئيس الشاباك رونينبار ممثل أو المسؤول عن ملف الأسرة في الجيش نيتسن ألون وإيضا المستشار السياسي لنتنياهو بالتالي الأنظار كلها متجهة للدوحة للبحث واستكمال هذا المصار بحسب هيئة البث الإسرائيلية ريمة بأن نتنياهو لازال متمسك بقضيتين الأولى الوجود العسكري في محور فلادلفيا ورأينا حراكا أيضا أمريكيا وإرسال مبعوث بايدن إلى القاهرة من أجل بحث هذه المسألة وبالتالي نتائج هذه المحادثات التي كانت في القاهرة سوف تعرف هذا اليوم وأيضا قضية الألية التي طالب بها نتنياهو لتفتيش ومراقبة العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر محور نيتساريم الكل يعرف بأن نتنياهو طالب بالبقاء العسكري لكن واضح أن المنظومة الأبنية في إسرائيل حاولت إيجاد حلول لهذه القضية كشفت هيئة البث الإسرائيلية على أن المنظومة الأمنية أجلت مباحثات مع شركة أمن أمريكية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي أمريكي بأن هو وشركة هذا الرجل بأن تكون متولية مسؤولية تفتيش العائدين وبالتالي هذه الألية هي هدفها بأن لا يعبر المسلحون كما يسميهم نتنياهو إلى الشمال لا يوجد أي تقدم في هذا المسار على الرغم من البحث نتيجة غياب القرار من المستوى السياسي وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية هذا دليل على أن هناك محاولات لإيجاد حلول لقضايا خلافية حتى اللحظة وهنا الحديث عن محور فلادلفيا الذي يسميه الإسرائيليون بأنه أكسوجين حركة حماس أنه كان ممرا للتهريب من سيناء باتجاه غزة لذلك يطالبون بالبقاء هناك على الرغم من أننا شهدنا تصريحات لرئيس الأركان هيرتسي هليفي ريما هو قال صراحة أن الجيش قادر على التعامل مع التحديات هناك وقال للمستوى السياسي اذهبوا باتجاه الصفقة بتالي حتى التصريحات على مستوى العسكريين والأمنيين أيضا الكل يعرف موقف وزير الأمن يؤف غالانت الكل هو يدفع باتجاه قضية الذهاب باتجاه صفقة لكن كان ينظر لنتنياهو على أنه المعطل لكن الآن أيضا نلمس بأن هناك المزيد والمزيد من الضغوط لأن الصفقة الآن ريما هي لا توقف الحرب على غزة فقط وإنما تمنع حربا إقليمية ترجمة نانسي قنقر